زولتنا تبدأ من اندونيسيا فبعد ثلاثة عوام من البحوث المتواصلة في جامعة جاكارتا الوطنية تم اختراع جهاز يساعد في تقليص استهلاك الوقود وصف بأنه يمثل خرقاً علمياً في مجال الطاقة وحسب الفريق فإن الجهاز الذي أطلق عليه اسم إيكو باور بوستر يتيح لمحركات القوارب استخدام الماء كمصدر للطاقة إلى جانب كمية قليلة من الوقود آلية عمل الجهاز تعتمد فسط الهايدروجين الموجود في الماء وضخه في المحركات كمادة للاجتعال ونبقى في مجال العلوم حيث يواصل الأستاذ الجامعي الهندي أنيل جوبتا رحلة شاقة وفي تقص تصل درجات الحرارة فيه إلى خمس وأربعين مئوية للبحث عن مخترعين مغمورين في القرى الواقعة وسط بلاده الهند جوبتا البالغ من العمر تسعة وخمسين عاماً والذي لا يحظى مشروعه العلمي بأي دعم تمكن هو وفريق من المتطوعين العاملين معه من اكتشاف خمسة وعشرين ألف اختراع مغمور خلال تسع وعشرين رحلة ما يثير جوبتا أن جميع هذه الاختراعات تتم من خارج القنوات الأكاديمية في الهند إلى عاصمة الضباب لندن التي يتنفس كل شيء فيها رياضة وسياحة هذه الأيام حيث أصبح متاحاً التسلق على سقف واحد من أهم المعالم السياحية في المدينة من خلال ممر عملاق يعد لهذا الغرض وأطلق عليه اسم سكاي ووك ويتاح للزائر وخاصة في الأيام المشمسة مشاهدة مناظر خلابة من جنوب بريطانيا وهو يعتلي المظلة البيضاء المصنوعة من ألياف ززاجية مقصة التي تغطي قاعة كانت أعدت لإحياء احتفالات الألفية الثانية بقي أن نعرف أن سعر بطاقة الدخول إلى الممر تبلغ أربعة وثلاثين دولاراً للشخص الواحد إلى أستراليا التي تحضر فيها مسابقات صيد التماسيح يشك أن يعود الصيادون فيها إلى بيوتهم وهم محملون بجلود أو رؤوس التماسيح كما كانوا يفعلون في سابق عهدهم الحظر الذي بدأ تطبيقه عام 1971 يبدو أنه في طريقه إلى الرفع ما جعل الكثير من صياد هذا الحيوان المفترس أن يتنفس السعوضاء فهو ليس هوايا فقط بل مصدر كسب للقوت اليومي أيضاً وكان مسؤولون حكوميون رفضوا خلال السنوات الماضية مخترحات برفع الحظر غير أنهم رضخوا الآن بعد تزايد أعداد التماسيح في البلاد بشكل سافر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر